المنتخب التونسي فقد الشخصية وفقد الثقة في النفس ده كان عنوان مباراة مالي شفنا مباراة بصراحة منتخب تونسي دخل مباراة من أجل يعني إعادة الهيبة ومن أجل إعادة اسم المنتخب التونسي على مستوى الكرة الأفريقية ولكن اللي شفناه مغير تماما منتخب مرتبك منتخب خايف من الخسارة وزي ما بنقول في مصر اللي خاف يروح اللي خاف يروح النهاردة انت خسران ماتش الأول قدامنا مبيا عندك مالي وعندك جنوب أفريقيا والاثنين منتخبات من المنتخبات الصعبة يعني المنتخبات التقيلة على الملعب عايز أقول إن المنتخب التونسي خسر الماتش قبل ما يخش لأنه تحس إن اللعيبة الهزيمة قدامنا مبيا كانت مؤثر عليهم نفسيا نتيجة الانتقادات اللي تعرضوا لها فترة اللي فاتت بس النهاردة المفروض إن يكون عندك الشخصية القوية اللي تثبت بيها لأ أنا بلعب خليك لعبت كويس وخسرت الهجمة الوحيدة اللي كان فيها جملة يعني نقول إن هي فعلا دي تمثل الشخصية الكرة الجزائرية الكرة التونسية هي كان كرة الجون لو زي ما احنا شايفين كده في الجون نفسه يعني شوف كم مدافع شوف المساحات واستغلال المساحات أول حاجة الباصة اللي جاية من العشوري في ثانية للعبدي والعبدي بيقطع يعني الكرة في تحرك مشكلة المنتخبات الشمال الأفريقية في هذه البطولة مع عدم منتخب المغرب اللي أنا بقول برضو منتخب المغرب لم يختبر إلى الآن لأن تنزانيا ما كانش الفريق اللي نقدر نحكم عليه أو يبقى مقياس خلينا نشوف مباراته مع الكون وهيعمل ايه لكن أنا باتكلم دايما إنت لما تيجي تلعب المنتخبات الأفريقية لازم تلعبهم من اللمسة هتخش معاهم في احتكاك بدني إنت اللي خسران وظل حصل النهاردة في طول المباراة كل السنائيات بتاعة المباراة منتخب تنس خسرها كل الكور اللي كان فيها التحام بدني المنتخب تنس خسرها فالنهاردة إنت عشان تلعب مع منتخب زي ده إنت اللي تجريه مش هو اللي يجريه فالكورة الوحيدة زي ما احنا قلنا الكورة الوحيدة اللي كان فيها الرتم اللي احنا المفروض نلعب به كمنتخبات شمال أفريقية كان هو الجون صورة بالكربون صورة بالكربون من الجون بتاع مصر التاني في مرمغانا كورة بتتلعب من نص الملعب بتروح من العشوري اللي عبدي والعبدي كورة عرضية نموذجية بيجي رفيعها بيحطها في الجون اعتقد النهاردة لو الكوتشات او الكوتشز بتوع منتخبات الشمال أفريقية او المدربين بتوع شمال أفريقيا شافوا الجون ده والجون بتاع مصر التاني الجون التعادل مع غانا يبين لك طريقة اللعبة اللي انت المفروض تلعب بيها انت المفروض الناس دي ما تجريش معاهم انت المفروض الناس دي ما تلتحمش معاهم الكورة ودوان تتش هو اللي بينفع معاهم الاستغلال المساحات هو اللي بينفع النهاردة عشان تبني هجمة وتلعب اللعبة كلاسيك ما بينفعش طب انت ليه النهاردة انا ما شفتش الكورة دي الوحيدة تاني حاجة عندنا الفينيشنج بتاع الكور دايما كل المنتخبات الشمال الافريقية عندها مشكلة في الفينيش بيجي لك فرصة او اتنين او تلاتة بتضيحهم هم الافرقة تميزوا علينا النهاردة الكورة الوحيدة اللي جات للمنتخب المالي خلاص خلاصها ما عندهمش اللي هي حتة ان انت تفضل تدور على الحلول الصعبة وان انت تروح وتيجي وتيجي وتروح وتدور اننا النهاردة جلال قدري مهزوم نفسيا يعني جلال قدري المفروض ان هو من اول مباراة خاصة انت واحد عارف ان انت بشكل كبير ماشي يعني مراسل القناة البي ان قال لك ان هو مستقيل مع اقاف التنفيذ او تم اقالته مع اقاف التنفيذ فبالتالي الخوف بيسيطر عليه خوف الهزيمة سيطر عليه بدليل شفناه في التغييرات اللي اتأخرت يعني انت النهاردة عايزين نقول ان بنسبة 90% كان ده افضل تشكيل من كن يخش بالنهاردة مع تحفظي بعدم اشراك علي معلول علي معلول كان ممكن يخد له نص ساعة في اخر المباراة كان ممكن تفرق مع المنتخب التنسي انت النهاردة منازل سيف الدين الجزيري ومنازل بالرمضان في اخر 10 دقايق ولا في اخر ربع ساعة يعمله ايه لان انت بتلعب قدام خصم خلاص هو يعني برضو عايزين نقول ان مالي دخلت مرتاحة تواخد 3 مطشاط اتعادل زي الفول اللي تيجي قدامنا مبيا لو خدت نقطة برضو صاعد لو خدت 3 موقات يبقى انت كده راجل طلع اول مجموعة وربنا يبارك لك مع انتظار لمباراة نميبيا بكرة اللي انا بقول ان جنوب افريقيا بكرة انا بقولكم خداع على عهدتي نميبيا بكرة هتشيل من جنوب افريقيا لان نميبيا جنوب افريقيا بكرة وده سيناريو افضل للمنتخب الجزائري المنتخب التنسي ده سيناريو الافضل للمنتخب التنسي لان المنتخب التنسي النهاردة مقطة المنتخب النميبي 3 عنده ماتش المنتخب مالي عنده 4 في حالة فوز في حالة النفوز النهاردة يعني منتخب نميبيا على جنوب أفريقيا كده انت ربنا معك في ماتش جنوب أفريقيا انت يعني تتفوز ويبقى لسه بقى مستنى افضل 4 توالد ده لو فوزت على جنوب أفريقيا انما انا بعتقد ان جنوب الماتش بقى لو انتهت عادل لا كده الموضوع صعب صعب جدا صعب جدا فاتمنى ان احنا نستفيد يعني البطولة دي يا جماعة ما اعتقدش ان اي منتخب من شمال أفريقيا ولسه هنشوف المغرب في مبارتها القادمة مع الكنغو ومع زنبيا بعد كده هل هتبقى الند اللي هو القوي زي ما شفناه قدام تنزانيا ولا الموضوع هيتغير لاننا بصراحة ما ادرش هقوم مع المغرب فاعتقد ان البطولة دي هتبينت لنا مستوانة فين الحقيقة من منتخبات أفريقيا وده رسالة قوية للمنتخبات اللي بتلعب دلوقتي في أفريقيا تصفيات كاس عالم لما هتبتيج تلعب مع المنتخبات الأفريقية دي وتروح لهم يعني احنا معنا في البطولة معنا في التصفيات مع مصر بركينا يفسه شفنا بركينا يفسه النهاردة بأقل الإمكانيات بتعمل ايه النهاردة شفنا بأقل الإمكانيات مالي بتعمل ايه الأفارق على أرضهم حاجة تانية غير لما بيجوا لعبونا احنا فاعتقد ان الامل انا مش بحب بيقس ومش بحب ان انا بلااش برضو يا جماعة بلاش نوصل لمرحلة اليأس البطولة مش 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 ماشية معنا بالاخر البطولة احنا فقدناها نتيجة ان ما كانش فيه تحضير نفسي من بداية البطولة ومكناش على قدر او مش عارفين القدر أو وعد بالقدر للمنتخبات الأفريقية وما ده وصلت له المنتخبات الأفريقية او من الآخر القطر الفنية للمنتخبات الشمال الأفريقية ما تفرجتش على المنتخبات اللي هتلعب معاها وما شافتش ايه امكانياتها وبالتالي كانت النتيجة اللي احنا شفنا في الملعب نقطة خير من الهزيمة حفظ ماء الوجهة افضل من الهزيمة ده كان عنوان او كان مبدأ النهاردة جلال قدري ومنتخب تونس ما نخسرش ونطلع بكرامتنا افضل ما نلعب لعبنا ونخسر ولكن كان ممكن افضل من كده النهاردة طبعا خسارة الخنيسي كانت مأسرة وبينة ما عندكش المهاجم اللي يقدر انه هو يقربك للدفاع وبالتالي الدفاع كان بيلعب براحة كان المنتخب التونسي بيعتمد على المهاجم الوهمي وشفناها فرفي على المضم والكرة العرضية اللي جات من العبدي وقدر ان هو يسجلها ما اتكررتش الكرة دي تاني كان مفوت تكرر مرة واثنين وثلاثة ما استفدناش من الكرة السابتة عندنا مشاكل في استفادة بالكرة السابتة التصويب على المرمى شفنا كان فردي واللعبة بتجيبه جوان من نص الملعب وشفنا موريتانيا وهي بتجيبه من نص الملعب لا النهاردة ما فيش تصوبات خارج اي تهديد لمرمى الخصن وبالتالي اعتقد ان النهاردة كل المنتخبات الشمال الافريقية معادة المغرب لما نشوف المغرب بداية تكملة مشورات يا بشكل ايه محتاجة وقفة وقفة قوية انا بتكلم بهدوء يا جماعة لان الزعيق مش هيفيد الغضب والصوران اكيد الشعب التونسي واحنا كشعوب بنتابع المنتخبات الاربية مش مبسوطين من الاداء لمصر ولا جزائر ولا حتى تونس لان عندنا الافضل عندنا لعبة تقدر تدي لكن للاسف ديت هي حال الكورة بطولة نحتاج بعدها الى وقفة وقفة قوية مع كل المنتخبات الشمال الافريقية دي كانت حلقتنا النهاردة اتمنى لوصلك الحلقة اريد تعمل اشترك في القناة تفعل زي التنبيهات وحب اشارك في الكومنتات انا محمد مصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته